الحقيقة إنه في جزء مهم في حياة دكتور رشاد برسوم وهو وطنية هذا الرجل إلى جانب قامته العلمية الكبير وأعتقد إنه الجزء ده برضو كان سبب لحصول الأستاذ الدكتور رشاد برسوم على جائزة البابا شنودة للحكمة اللي بيقدمها المركز الثقافي القبطي الأورتودوكسي سنويا واللي بتعكف لجنة بدقة شديدة على اختيار الشخصية اللي بتستحق هذه الجائزة جائزة البابا شنودة الثالث للحكمة والتعاطف منحت لقامات كبيرة كل في تخصصه وأيضا راعت دائما أن تكون هذه القامة قامة وطنية في المقام الأول دكتور رشاد برسوم على مدار حياته تهافتت دول كثيرة في العالم على أن تقتني هذا الرجل وأنه يعيش على أرضها وأنه يقدم خدماته الجليلة وأفكاره وابتكاراته وكتبه من هذه الأرض إلا أنه آثر دائما أن يكون مصريا للقلب والعقل والهوى وأن يحيى دائما على تراب أرض مصر وليه مقولة شهيرة وجميلة الحقيقة لم أنفصل عن وطني مصر وسأظل خادما له والحقيقة أنه يعني هذا الوفاء اللي شفناه في لقطات في جناز دكتور رشاد بيقول أنه الكنيسة تقدر له هذا الوفاء للوطن ولكنيسته ولبلاده تعالوا نخرج نشوف جزء تاني من كلمة سيدنا نيافة الحبر الجليل الآن بأرمية عن وطنية دكتور رشاد برسون كانت له هوية مصرية إلى النخاع فهو ابن مصر البار الذي لم يتركها برغم ما حققه من نجاحات دولية عاش في مصر ورفع اسمها عاليا بين كل بلاد العالم قدم كل جهده في العمل فكان شهادة حسن له من داخل مصر وخارجها وكان له مكانة عالية في كل المحافل الدولية فقال الأستاذ الدكتور رشاد برسوم لم أنفصل مطلقا عن وطن مصر دائما أكون رحن إشارته رفع كفاءة الطب والتعليم وعلم الكسرين وقدم كل خبراته لوطنه مصر ولأبنائها هذا الوطن الذي أحبه وعشقه يعني دي مقتطفات قصيرة من حياة هذا الرجل لكن الحقيقة يعني عندنا سؤال ألم يكن هذا الرجل وهذه القامة الطبية الوطنية المصرية الكبيرة تستحق وجود عدد من المسؤولين الذين يمثلوا الدولة رسميا الحقيقة كنت أتمنى أنه يبقى فيه ممثل عن وزير الصحة هذه الوزارة اللي قدم لها دكتور رشاد عمره كله وكان يفتخر بأنه بينتمي لوزارة الصحة المصرية مش عايز يعني أكون طماع وأقول ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء لكن على الأقل وزير الصحة وزير التعليم العالي والبحث العلمي اللي الدكتور رشاد كان عميد وكان رئيس قسم بل وأنشأ هذا القسم وأنشأ هذه الفرعية في التخصصات العلمية الطبية الدقيقة حضرتكم تعلمون كم كان المصريون يعانوا قبل ابتكار دكتور رشاد لفكرة أو نموذج يعد من أوائل النماذج لفكرة الكليا الصناعية وكم خفف من آلام ومعاناة مصريين كثيرين إحنا شخصيا نعرف جزء أنا شخصيا أعرف جزء منه ومنساش أبدا حنيته وإخلاصه واهتمامه المباشر شخصيا بفنان عظيم زي يوسف داود لما عمل عنده زراعة وفنان عظيم زي ناجي سعد لما عمل زراعة وناس كتير جدا من مراكز الرجاء هذه الخدمة اللي بتتوسع فيها الكنايس القبطية الأورتودوكسية بشوف متابعة شخصية من دكتور رشاد وبناتو الأسدزة الكرام في نفس التخصص يعني كنت أتمنى أن أنا أشوف مسؤولين من نقابة الأطباء كنت أتمنى أن أنا أشوف رئيس جامعة القاهرة كنت أتمنى أشوف عميد كلية طب قصر العيني يعني عايز أقول يعني أن دي قائمة قصيرة من من كنت أتمنى وجودهم في وداع دكتور رشاد برسوم أخيرا استراحت روح العالم الجليل أستاذ دكتور رشاد برسوم في السماء وهي بالقطع لا تحتاج لهذه المظاهر الأرضية لتكريمه حيث كرم في السماء على كل ما قدم أرجو أن أرى هذه المظاهر الأرضية في أسرته وفي أبنائه وفي كل العاملين معه وفي المؤسسة التي أهداها لمصر بتخفيف ألام المصريين وهي مستشفى الأستاذ دكتور رشاد برسوم لزراعة وعلاج وتشخيص أمراض الكلة أتمنى أن يكون هناك تكريم لائق من الدولة ومن هذه الجهات اللي ذكرتها وغيرها لأن إحنا سمعنا دلوقتي في كلمة سيدنا عنب عرمية قد إيه أشرف على أقسام ورأس أقسام وأسس وبنى لهذا العلم في دول كثيرة جدا في العالم في النمسا في أمريكا في بريطانيا وأعتقد أن يعني يجب أن نكون أكثر وفاءا لقادتنا لأن ده فوشنا إحنا اللي لسه عايشين فوشنا كبلد وكمؤسسات علمية وكمؤسسات طبية وكمؤسسات بحسية أفنى من أجلها هذا العالم الجليل كل حياته وداعا لروح الدكتور رشاد برسوم